بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله مما فهمناه في هذه الحياة والحياة مدرسة أن ما جاء على أصله لا سؤال عليه فهذه الولاية الكريمة خنشلة هي ولاية سجلت حضورها في تاريخ الجزائر المشرق من خلال مجاهديها وصلحائها وعلمائها من خلال هذه الجهود المعتبرة التي يقوم بها الرجال والنساء في شكل عمل جماعي إذن هذا الحفل له العديد من المقاصد من هذه المقاصد كما قال سيد مدير شؤون دنيا والأوقاف جزاء الله خير فكلمته جامعة مانعة لها عدة مقاصد المقصد الأول الإشارة أو العمل على تأسيس اللبن الأولى في بناء المجتمع استمعنا إلى الآيات البينات التي قرأها فضيلة الشيخ من صورة الروم خاصة الآية 21 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الأسرة هي اللبنة الأساس في المجتمع إذا كانت الأسرة قوية متماسكة كان المجتمع كذلك قويا متماسكا وإذا كانت الأسرة ضعيفة مهزوزة يكون المجتمع كذلك ضعيفا ومهزوزا إذن هذا الحفل له هذا البعد الشرعي الاجتماعي الطربوي الحضاري الكبير من جئة أخرى أن هذا الزواج هو ترجم عملية للميثاق الغليظ فالله عز وجل ذكر العقود في عديد الآيات ولكن عقد الزواج سماه القرآن ميثاقا غليظا الآية 21 من سورة النساء تتكلم عن الميثاق الغليظ والآية 21 من سورة الروم تتحدث عن هذه الآية من آيات الله ربنا قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ميثاقا غليظا هذا الوصف الرائع اللطيف القرآني لهذا العقد أنتم اليوم تمثلتم هذا العقد في هذا الحفل الجماعي البديع جزاكم الله خير الجزاء من جئة أخرى أن هذا اللقاء له بعد أيضا اجتماعي كبير اللي يدير العرس يدير العرس في داره مع الأسران تاعه عادي وهذا هو المألوف في دنيا الناس ولكن انتم الله يبارك درتوا حفل اجتماعي مجتمعي المجتمع كله يفرح لذلك هذه اللمسة هذه البصمة اللي درتوها هي في الحقيقة أنموذج يستحق لاقتداء ما نرجوه في هذا الوطن الكبير الاقتداء بهذا الأنموذج الناجح في ولاية خنشلا وقد سأسهمتم جميعا الجماعية الدينية اللجنة الدينية لمجد الأمير عبدالقادر سيد مدير الشهد دائل وأوقاف سبل الخيرات وهو مجلس من المجالسي التي تعد عمودا في مؤسسة المسجد طبقا للمرصوم التنفيذي رقم 91 82 إذن اجتماع الطاقات واجتماع الكفاءات شكلتم فريقا ناجحا والنجاح صناعة جماعية فريق الرياضي اللي انتعى البالون كي يلعبوا دخل ملعب إذا كان كل واحد يأدي دوره والفريق ينجح حارس المرمى يقوم بحراسة المرمى لا نطالب حارس المرمى بتسجيل الأهداف واللي في الدفاع واللي في الهجوم النهار اللي واحد من اللاعبين يسجل هدف ماذا نقول الفريق قد نجح فأنتم شكلتم هذا الفريق الناجح في هذا العمل الناجح والنجاح صناعة جماعية أمر آخر خطير جدا أمتنا المسلمة الآن مهددة في أصارها فلننتبه جيدا ربنا قال في صورة البقرة في الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أنتم اليوم حققتم هذا الشهود الحضاري الكبير ولكن أصارنا مهددة في كيانها المعنوي مهددة في قيمها في مبادئها ولكن مثل هذا العمل الذي حضرتم له بنجاح كبير أقول لكم يعد عاملا كبيرا في الثبات لتكون الأسرة ثابتة صامدة أمام الهزات والزلازل التي تواجهها الآن الأسرة المسلمة والأسرة الجزائرية بل الأسرة العالمية مهددة في كيانها لا يمكن أن تصمد أمام هذه الهزات والزلازل والعواصف إلا بالتمسك أولا بمبادئ شرعنا الحنيف وبالتمسك بقيمنا الأصيلة فمجتمعنا يملك مخزونا ثريا من القيم المطلوب منا أن نعمل على تمثلها نريد الجانب التطبيقي كما قال سيدي مدير الشؤون الدنيا مشكورا هذه المبادرة الممتازة التي جمعت العقول والقلوب والأيدي والأموال الجميع اجتمع من أجل تمثل هذه القيمة الكبرى وربنا يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه صورة الحديد الآية السابعة الجميع كل ينفق مما يملك اللي عنده رأي رأي ورأي هذا كنز كبير ورزق كبير الله يرحم المتنبي اللي قال الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي في المحل الثاني اللي عنده التنظيم يدير التنظيم اللي عنده المال بالمال كل واحد من جهته ولكن هذا العمل المنظم في إطار اجتماعي وفي إطار رسمي وهذا الذي يعطي له هذه المشروعية هذه القوة وهذا الثبات والألموذج جدير بالاقتداء بامتياز الكلمة الأخيرة أقول ما قاله سيدي مدير الشون الدنيا عن موضوع الصلح أيضاً أحييكم سادتي الإخوة والأخوات القائمين على الصلح في هذه البلدة الطيبة قلهم برك الله فيكم هذا العمل الجليل ربنا هو الذي قال فيها القرآن والصلح خير والعجب كل هذه الآية معظمها في صورة النساء الآية 128 والصلح خير الآية 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية الآية 114 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس الآية 35 أيضاً تتحدث عن الصلح إن يريد إصلاح ليوفق الله بينهم يعني آيات كثيرة جداً وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أنتم اجتهدتم في ترجمة معاني هذه الآيات وهذه الأحاديث عملياً مرة أخرى وطننا يحتاج إلى الأفكار الحية الأفكار الحية كما يقول المالك بالنبي رحمه الله الأفكار الحية التي تبني ولا تهدم الأفكار الحية التي تجمع ولا تفرق الأفكار الحية التي ترفع ولا تضع أنتم في مستوى ترجمة هذه القيم جزاكم الله خيراً وبالنسبة للعرس نقول برك عليكم بارك الله لكم وبرك عليكم وجام بينكم وفق بينكم في خير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة